الشائعات من 14 لحد 22 واضح جدا قدامي مثلا في التقرير اللي عامله مركز الإعلام مجلس الوزراء انها في حال التزايد يعني وتصدي المركز لما بيزيد ده معناها انه الكم عمال بيزيد اولا الشائعة لماذا تطلق طيب اولا الشائعات هي من ظاهرة جديدة ظاهرة قديمة موجودة من زمان وستظل يمكن زمان كانت بتنتقل بشكل اتصال شخصي بشكل شافهي وبعدها من خلال الصحافة الصفراء ولكن القارئ يقدر بالوقت يكتشف الصحيفة دي ليها مصدقية ولا لا يصق فيها ولا لا بالوقت بيكتشف انها بتجذب او بتقدم له اخبار غير حقيقية فها يبتعد عنها مع الاعلام الجديد والاعلام الرقمي والتكنولوجيا الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي ومواقع اللي بتشارك الصور والفيديو مع وجود كل هذه الاشكال والمستحدثات التكنولوجية والتليفون المحمول وتطبيقاته ظهرت الشائعات بشكل مختلف تمام اولا هي بتظهر ليه وليه بهذه الاشكال الجديدة اكيد طبعا لانه عندنا اعداء للوطن عندنا اعداء ممكن لشخصيات ممكن يبقى فيه تنافس قوي جدا بين الشركات فاهدافها طبعا هي الاضرار بالوطن تشويه السمعة تقليل من الانجازات المهمة الموجودة على ارض الواقع تنافس بين شركات بيحاولوا ان هو يشويه السمعة او يجذبوا جمهور اكبر ليهم او ياخدوا المستهلكين تبقى ليهم لمنتجاتهم هي الشخصية وهكذا فالاهداف دايما طبعا اهداف بتكون تدور تدور بقى جهة تدور مؤسسة تدور وطن تدور شخصيات وغيرها وغيرها من الاسباب